اشتركوا في القناة نبدأ بسنن الفطرة اول شيء ذكره الشيخ الختان ركزوا معي الختان للذكر والانسة الختان للذكر اسمه الطهور نحن نسميه الطهور وهذا واجب عند الشافعية وكثير من العلماء لكن الشافعية قال وجوب الختان بالبلوغ يعني ما سوى ذلك ليس بواجب لماذا؟ لأن الصلاة الطهارة من أجل الصلاة إنما تجب متى؟ بالبلوغ فوجوبه بالبلوغ لكن يسن أن يكون في اليوم السابع أن يختن في اليوم السابع لأن النبي عليه الصلاة والسلام عقى عن الحسن والحسين في اليوم السابع وختنهما أيضا في اليوم السابع طيب إذن الختان واجب وقال بعض العلماء إنه يعني في مسألة خلافية الشافعية نحن ندرس فقه الشافعية قالوا هو واجب وهناك قول أيضا للشافعية بأنه سنة طيب الختان بالنسبة للمرأة أيضا نفس المسألة يعني اختلف فيه بين الواجب والسنة طيب موضوع الختان بس أنا بدي أحكي كلمتين ما حأتوسع بالمسألة كتير موضوع الختان بالنسبة للمرأة يعني يختلف من بلدين إلى آخر البلاد الحارة يعني فيه مدعاة للختان غير البلاد الباردة مثلا مثل تركيا وغير البلاد المعتدلة مثل سوريا لذلك نحن يا مجد ركز معي نحن ببلادنا قليل موضوع الختان مع أنه الإمام النوي ذكر يعني وجوبه للزكري والأنسة لكن المسألة خلافية لذلك فيه سعى بين العلماء حتى داخل المذهب المسألة خلافية فالختان له حاجة عندما نكون في بلاد حارة بالنسبة للمرأة أنا الآن أتكلم عندما والتفصيل ذلك يعني ما أنا ما أحب أن أتوسع في هذه المسألة طيب موضوع الفطرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس الختان أول شيء ذكر الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر وندفو الإبط الختان عرفنا الطهور انتبهنا الذي نفعله للأولاد وأنا شفت بمنطقة أيوب في إسطنبول كانت معي الحاجة أنه فعلا يعني اليوم الطهور عندهم بت اليوم عرص بيلابسوا لباس عثماني بيلابسوا لباس ملكي بيكرموه بكذا وبغدوه بيعزموا العيلة يعني وعالمطاعم وشغلة بيعملوا قصة أخوتنا الأتراك الله يزيون الخير في موضوع الختان نعم طبعا العلماء قالوا أنه كل ما قربنا الزمن يعني ما أخرنا بيكون هذا أسهل للبرؤ للاستشفاء وأقل للألم و سبحان الله أنا بس شوف واحد يخات نينو ولقي عم يبكي كلها هاتني بتأثر يعني تلاقي هيك هل أده هيك طفل وعم يبكي بسبب هذا الموضوع طيب الآن الاستحداد ما هو الاستحداد الاستحداد استعمال الموس بحلق شعر العانى انتبهنا هذا أيضا من الفطرة قص الشارب بالنسبة للرجل قص الشارب في رواية حف الشارب انتبهنا بحيث ما ينزل الشارب على الشفتين أيضا هذا من الفطرة تقليم الأظافر للذكار والأنسة أيضا هذا من الفطرة وبالمناسبة المناكير يعني اللي بتحطوها النساء على الأظافر هذا يعني يمنع من وصول الماء ويبطل الصلاة يبطل الوضوء ويبطل الصلاة بس تنبيه يعني هذا بين معترضاتين قال ونتفو الإبط هل إزالة شعر ما تحت الإبط بأي وسيلة من الوسائل جائز وهو من السنة لكن النتفو أفضل وفي له فوائد يعني حتى يعني مشان يطلع مرة تانية وكذا وأشياء أخرى على أي حال الذي ورد في السنة هو نتفو الإبط في أشياء أخرى إعفاء اللحية بالنسبة للرجل السواق طبعا هو يعني اخترناه عنوانا اخترناه عنوانا ويتفرع من هذا العنوان كل الفطرة التي جاء ذكرها استنشاق الماء أيضا من الفطرة غسل البراجم شايفين هاي المنطقة شايفين هدولة يعني العقد في ظهر اليدين هذا براجم هذه أماكن تجتمع فيها يعني الأوساخ فالتركيز عليه يعني هذه السنة مستقلة غير غسل اليدين انتبانا فلذلك الإنسان إذا بدأ بالوضوء ونوى سنن الوضوء تعرفوا بداية الوضوء ينوي سنن الوضوء فيغسل اليدين هذه السنة وغسل البراجم والتركيز على هدولة يعمل هيك شايفين هذا هذه السنة أخرى نعم قال انتقاد الماء انتقاد الماء يعني الاستنجاء بالماء أيضا هذه من الفطرة المضمضة إذن مين بيعد ليهن العشرة الآن أو بيجيب لي خمسة على الأقل يلي ذكرتوا الآن أنا فكرة فكرة موجودين هنا من يذكر لي فضلي بنتي الحسن الحسن للذكر والأنثة المضمضة الحسن حق العالم لشاق الماء قص الشارف قص الأظافة قص المراجم جيد ذكرتي المضمضة جيد كمان موضوع الأظافر النبي على ستنعايش عفوا متقول وقت لنا ألا نزيد على أربعين يوما يعني هاي الأظافر بكتاكل أكلة فول إذا بتطول هون وبدأ يكون مكان لتجمع الجراسيم بتلاقي صار سواد تحت الزفر تحت الزفر فبتجي بتمديدك مشان تاكل أنت فول بتكون كله صار هذا أكلة الفول صارت مكروبات وكلها جراسيم فمو شطار أنه الواحد يطول أظافره في حدا مطول أظافره بس للتأكيد يعني أنتوا طلاب علم مو مؤولة يعني لكن أنا عم أكد بيجيني حيانا طالب بيسجل بالمركز بتطلع هيك بلاقي وهي بين البنات أكتر كمان يعني بتلاقي في في أصبع طاير الأطفل للسماء شو بدها هي تنغذ جوزها يعني لما بدها ما بيمشي الحال هذا كله جراسيم هذا خلاف السنة يعني شوف أقصى حد أربعين يوم أما هنا في ناس في ناس يعني الكلس يلي بجسمهم ضعيف فبيطول لا يطول الضفر أما في ناس كل أسبوع لازم وإلا بيطول كتير انتبه أنا بتجتمع الجراسيم طيب بي من عندك يا خوجة اقرأ لي اقرأ من عند الختان واجب على الزفر والأونسى المضمضة الاستحجاب حلق العالم إن شاء الله حلق الشارف حلق الواقف رمس من البراني إعطاء اللحية نتب طيب في حدا له أي سؤال حول هدول طيب عدي اليوم مرة تانية مصطفى الزفر والأونسى المضمضة الاستحجاب حلق العالية من شاء الله بص الشارف بص الواقف بص الواقف ركال 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 طيب اظن غطينا الموضوع نحن مع يعني الاحاديث الواردة ذكرناها في هذا الموضوع ورب العالمين قال لنبي أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وسيدنا إبراهيم اختتين بالقدوم هل هن في بعض كان إن الشيخ خالد الجباوي الله يرحمه هل هن بالقدوم بيقولوا وعمره سمانين سنة أنه يعني بالقدوم هذا اللي بيستعمل الفلاح انتبهنا فكان يقول لا بالقدوم مكان اسمه القدوم أو القدوم مكان أختتنا سيدنا إبراهيم وعمره سمانين سنة فصارت بعد ذلك سنة ورب العالمين قال أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا نعم طيب الآن استواك قرأ لي يا مصطفى استعمال عود ونحوه استعمال عود ونحوه مضاف إليه معطوف على عود نعم بنية 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 يعني الآن أنت لو مسكت فرشاية أسنان ونويت فيها السنة بصح أم لا يصح محكينا هذا الحكيم مرة هيك اتطرقنا إليه بشكل سريع يصح فرشاية أسنان هذه تنوي بها السنة إزالة يعني بقايا الطعام حتى تزول الروائح الكريهة الذي يهمل أسنانه يخسرها وينزعج الناس منه طلع ريحة مزعجة بصير التهابات في الفم لذلك قال لك بكل هو استعمال عود ونحوه شايف ونحوه يعني لأنه يمكن أن يكون بغير العود الأفضل أن يكون بعود الأراك بعد ذلك بعود النخيل بعد ذلك بعود الزيتون بعد ذلك بأي قالع ففرشاية السنان قالع من هذه القوالع وتطبق فيها السنة ومن أغراض الإنسان عندما يسافر يكون معه فرشاية السنان ومعجون السنان وإذا يفوت على فنادق ومعجون إذا خمس نجوم وحط له فرشاية السنان طبعا مغلقة يعني بيفتحها إله يعني طيب أركانه الذي يستاك بالسواك هو الشخص نعم مستاكم به يعني الذي تستاك به الذي تنظف به أسنان أفضله بعود الأراك قلح طيب مستاكم منه يعني أنت تستاك من أي شيء من الرائحة الكريهة التي في الفم نعم وهو كريه الريح الرائحة الكريهة والقلح مستاكم فيه يدخل مع الأسنان اللسان وما حوله يدخل مستاكم فيه يدخل مع الأسنان اللسان وما حوله طيب يعني لو الإنسان عنده بياض على أسنانه ممكن ينظف حتى الأسنان أو كذا نعم أحكامه مستحب في كل حال اقرأ يا محمود في كل حال وزمان يعني يستحب السواك سواك من الفطرة وقد جاء ورد أكثر من حديث في أنه من الفطرة فلذلك هو مستحب في كل زمان السواك مرضاة للرب مطهرة للفم هذا ما رواه رواه البخاري معلقا وصله النسائي وابن حبان من حديث عبد الرحمن بن أبي عتيق سمعت أبي سمعت سمعت عائشة لا لازم تكون أمي سمعت عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مرضات للرب مطهرة للفم يلي بعده وصله عن النبي وحده وحده عند الوضوء لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء هي رواية الإمام أحمد لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء يعني أنت اليوم قبل ما تنزل على ما تجه مثلا على الدرس فرشوسنا نكون نوو فيها نية السواك لذلك مو بنية بنية موهين بنية اي تفضل يلي بعده عند دخول البيت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت يشو صفاه بالسواك يعني بحركه نعم عند الاستيقاظ من النوم كمان جاء في لا حديث البيت بدأ بالسواك إذا دخل البيت بدأ بالسواك وحديث النوم كان يشو صفاه بالسواك نعم إذا قام من الليل يعني بدوا بين إيدين الله سبحانه وتعالى بيبدأ بالسواك لاحظته يعني حتى أنت بدك توقف بين إيدين الحق سبحانه وتعالى بدك تاخد يعني تكون مؤدب مع الحق سبحانه وتعالى نعم عند ترك الأكل عند ترك الأكل يعني لتغير رائحة الفم لأزمن أو نحوه يسن لذلك هذا الكلام يرد متى في أحكام الصيام أنه يسن تغيير رائحة الفم إذا سكتت الآن سكوت طويل قاعد عم تبتو وعم تحضر لأمتحان ساعات طويلة بتلاقي رائحة الفم كريهة صار لذلك قال السكوت الطويل يؤدي إلى رائحة الفم لأن بقايا الطعام تخمر في الفم فيسن السواك عند رائحة الكريهة يسن السواك وعند الصلاة يسن السواك وعند الوضوء يسن السواك إلا ليش قلت لكم في الصيام إلا لصائم الشافعية يقولون يأخذون حديث لخلوف فبالصائم أطيب عند الله من ريح المس فبيقول هذه الرائحة رائحة منبعسة عن طاعة فالله يحبها انتبهنا وعلى كل مسألة خلافية السادة الحنفية قالوا إذا كان الله يحبها فإزالتها يعني أيضا يحبه الله يعني يعني ما في نص في الموضوع انتبهنا من نسبة للسواك يعني الشافعية قالوا لا يسن بعد الظهر بعد الزوال أن تستخدم السواك إذا كنت صائما صائما بس والحنفية قالوا لا السنية تبقى قائمة نعم بالغروب لأنه انتهى الصيام نعم متى يكون السواك حراما إذا كان مغصوبا الله الله يرحم أستاذنا الشيخ خالد لجواه أنا بحب أذكره والله وزير ما حأذكر اسم الوزير وزير أوقاف كان طالبا عنده فلما صار وزيرا شخص لما صار وزيرا أرسل له سائقه الخاص وطلبه ليأتي إليه أنه سيدنا أنتوا أي مكان بتحبوا أي جامع بتحبوا نسلمكن من باب أنه هو تلميذ كان عنده شيخنا وأي درس بتحبوا وكذا بدنا نكرمكن يعني فرفض رفض كل عروضه المهم قال لي دعاه للطعام فأبى أذن المغرب قال أستاذنا مشان تصلي فينا إمام قال هذا المكان اللي اعطاك يا النظام هذا كان بيت لبيت العظم يعني عائلة العظم في الشام كان هذا بيت إلها وهذا مغصوب والصلاة في أرض مغصوبة حرام وعند الحنابلة باطلة لكن جمهور العلماء أنها حرام فأبا وهو طال قال له الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه يعني يعني بدل ما يبارك له الناس كله عما تبارك له عما تنافق له عما تقوله مسحوله هو شو قال له شيخنا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه ام تبارك له يا شيخ وليد عندما أقيل سمع أن زوجته كانت تبكي مرت وزير يعني شغلة كبيرة تعامل معاملة وزراء في كل مكان فحينئذ عاد إلي مرة أخرى وقال له مرة أخرى كان أول وحدة الحمد للذي عافاني أنا تانية الذي عافاك أنت شيخنا الشيخ خالد الجباوي رجل صاحب مواقف حجيبي حجيبي المهم فحرام إذا كان السواك مخصوبا طيب فوائده مين بدأ يقرأ مين بيحب يقرأ فضل ابني طبعا إذا كان من السواك له فوائد أكثر من سبعين فائد أنا قرأت رسالة لطبيب عن فوائد السواك أول فائدة من فوائد السواك اللي هو من عود الأراك أنه بمجرد ما تحطه تحت الماء هيك ما بيتفاعل مع الجراسيم يعني الجراسيم اللي تقع عليه لا يتفاعل معها ويصبح جزء منها عود الأراك مجرد ما وضعته تحت الماء خلص تزول الجراسيم نعم وعرضت الرسالة على طبيب أسنان هذا كلام من أكتب من أربعين سنة عرضتوا على طبيب أسنان وكان مندهش منه حياتها بس عود الأراك نعم صفرة التي عليها على الأسنان يعني يقلل البلغام نعم يطيب رائحة الفم يطيب رائحة الفم شف ليها بالله اللسة لما اللسة شف ليها شيخ وليدي اللسة اللسة ضبطة طيب الله يزيك الخير نعم أشكري تاري نعم يبيض الأسنان هلأ نحن نحن ناله سألها كل كل هلأ صرت علينا ما شاء نعم طيب كمن مبيض الأسنان حصول الأجل والتواب مسخطة للشيطان مفرحة للملائكة جيد مفرحة للملائكة طيب مجموعة من الفوائد على كل الفوائد الفوائد أكثر ما يخطر على بالك أكثر على فكرة أمراض الصداع تعرف الصداع سببه الأسنان والأسنان سببها عدم التنظيف وموضوع الأعصاب وارتباط جهاز الأعصاب هذا بالأذن والدماغ ولكذا شغلة عجيبة فلا تستهين بموضوع الأسنان أما موضوع هو لما ذكر أنه يقلل البلغام ربما له مصدر طبي يعني نسأل طبيب حتى يكون يعني صادق معه طيب أنت سأل طبيب يلا أحكام شعري الرأسي مين يقرأ اقرأ يا محمد خوئجا أحكام شعري الرأسي أن يحلق بعضه يعني الآن الآن يأتي مثلا الحلاء بيجي بيحلق هيك بهالشكل هذا وبيخليها أو بيخلي هيك فروة من قدام وبيترك هيك أو يعني هاي الموديلات هذا لتتبعونا سننا من قبلكم شبرا بشبرا وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب اللي دخلتمو معهم أو بيعمل فروة بالنص ومن هون محلوء ومن هون محلوء انتبهنا طبعا هذا الحلق يعني أيضا للرجال النساء تقصير فقط يعني حتى في التحلل في الحج نعم يعني أن يكون مجتمعا هكذا الشعر ممتلئ هيك لا يصل إلى المنكبين نعم منكب على وزن مجلس ابني نعم وهو أطوله نعم الحالة الثانية الوساط ما نزل على الأذنين سكغطى الأذنين هذا الوساط الحالة الثالثة لا يغطي الأذنين يصل إلى شحمة الأذنين النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا من كان له شعرون فليكرم لو كنت عم تشتغل بعمل وعم تشتغل يعني يسن لك يعني أن تراعي نفسك حتى أحد العلماء كان يقول إني أحب أن أتزين لمرأتي كما تحب امرأتي أن تتزين لي فأنت لو كان عملك أي عمل بتدخل على بيتك بتغتسل بتلبس بتكرم شعرك ما بتطلق كيف تلاقي بعض الناس بدون يطبقوا السنة إعفاء اللحية بارح سألني محمد عن ليش في ناس طولوا اللحية لطولوا اللحية نبي صلى الله عليه وسلم قبضة وشيء من القبضة طبعا نحن منستغرب هذا لأن المجتمع اللي عايشين فيه تغير يعني يا بيحلي يا بيخلي شيء بسيط فذلك من لا أية غريبة أما المجتمع اللي هن فيه هكذا أنتبانا فإعفاء اللحية أيضا منها الفطرة نعم لكن أقل الفرد بالنسبة للحية الرجل أن تظهرها أنتبانا أن تظهرها وأن لا تحلقها بالموسى نعم وفرة وهو ما بلغ شحمة الأذنين وهذا أصغره طيب أظن الوقت خلص مو هي طيب من له سؤال من له أي سؤال في موضوع الفقه في البحث الذي أخذنا ما له أي سؤال نعم لا أنت ما لك حالي جزء من الشعر وتارك جزء لا هنا علاء يعني في إشكال على كل نحمده الله اللي ما هي حرام يعني هي مكروهة لكن طبقوا السنة الله يرضى عليكم طيب لا ما خلصنا في أبيات مين بذكرتنا ياهن ذكرتنا ياهن محمد أنا حفظتك ياهن وزماني عن السواك أو لأزم يعرضه سن السواك مطلقا لكنه لصائم بعد الزوال يكره وأكدوه للصلاة والوضو وبعد نوم لما فيه واحد النوم سكرتم ست سبع ساعات فتطلع رائحة كأيضا يسن أول شيء يعني نحن نحن دعاة إلى الله عز وجل أول شيء نفعله وقت نستيقظ بعد ذكر الله شو نعمل فرشسنا وبعد نوم وبعد نوم أو لأزم يعرضه غيره لا 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 نحن قلنا يكره بعد الزوال ما فيه شيء غيره العلكة 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 إذا بدك يعني تعلق فيها قدام الناس تفضل سيدنا صحي يشف ليها فوت فوت بسم الله إذا قدام الناس بدك تعلقها لا عيب لا تليقوا الرجول أنتبهنا بدك يأهل التنظيف بتفيق من النوم بتحطها هيك بتمك بتطالع ريحة حلوة بس بعد الفرشاي سنان هاي الفرشاي سنان يعني هلأ الطباء بيقولوا هيك بشكلها تنزلها من فوق لتحت وبعدين من تحت هيك تنزل فيها بهذا الشكل هيك انتبهنا فبدك تدخل وبدك تخلل يعني ما تضحك عليها تقول لي العلكة بتحل المشكلة لا ما بتحل المشكلة يعني هي من الكماليات تزيينية حالة تزيينية الفاتحة